تستعد الأسر القرطية في مثل هذه الأيام من كل عام بتجهيز وجبة خاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة فالسمك باختلاف أنواعه وطرق تحضيره يعد الوجبة الرئيسية للاحتفال برأس السنة الميلادية لما له من معنى رمزي حيث اتخذته المسيحية رمزا للخير والطهارة كما اتخذت السمك كرمز للمسيحية منذ القرن الأول الميلادي كعكو العيد يعض أيضا من أهم طقص الاحتفال برأس السنة والعيد الميلاد المجيد حيث يحرص الأقباط على إعداده بمختلف أشكاله وأنواعه وألوانه سواء السادة أو المحشوب المكسرات أو المكسوب الشوكولاتة وغيره من الأشكال المختلفة التي تدخل البهجة إلى قلوب الأطفال والزائرين خلال العيد وفي ليلة عيد الميلاد المجيد والتي تنهي الصوم الأصغر للأقباط تختلف الأطبق من بلد إلى آخر باختلاف العادات الثقافية وتعرف الوجبة الرئيسية في هذا العيد بعشاء الميلاد وعادة ما يتصدر الدك الرومي مائدة عيد الميلاد ويعد أفخم طبق على الإطلاق في هذه المناسبة إضافة للفتة واللحمة والدجاج بمختلف أشكاله كما يتم إعداد أنواع مميزة من الشربات وتحظى الحلويات بنصيب وافر في هذه الأعياد ترجمة نانسي قنقر